أطفالنا ثروة وطننا تحت هذا العنوان دشنت مؤسسة أنا إنسان مشروعها الثانوي بمديرية المنصورة في مدينة عدن مستهدفاً 250 طالباً وطالبة هذا المشروع تضمن خمس ورش لدعم الأطفال نفسياً إضافة إلى توزيع الحقيبة وزي المدرسي لهم خاصة الذين يصعب على أسرهم شراء جميع المستلزمات المدرسية في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار والأزمة المعيشية التي تشهدها البلاد المشروع هذا يستهدف 250 طالب وطالبة هذا المشروع 150 طالب وطالبة حصلنا عليهم من مسح ميداني أقامت به المؤسسة مسبقاً وثم اختيارهم على حسب معايير محددة من خلال هذا المشروع نحن نحاول أن نصل إلى الأطفال الذين حربوا من التعليم بسبب ظروف البلاد وظروفهم ومعانا طبعاً هذا المشروع نحن لا نقدر أن نصل إلى كل الأطفال لكن نحاول أن نخفف من المعانا طبعاً العلم يعني هذا المشروع أهميته في أهمية العلم ونهضة البلاد ومن أهم المشاريع التي نحرص أن نقيمها كل عام تلورت سعادة الأطفال كألوان البالونات الزاهية التي يحملونها في الفعالية التي شهدت حضوراً لافتاً من الأطفال وأولياء أمورهم مؤكدين رغبتهم في تعليم أبنائهم رغم التحديات إقبال الأطفال وحضورهم كان بارزاً خاصة الذين ينتمون للأسر الفقيرة أو الأيتام أو ذوي القدرات الخاصة استمرار مشاريع كهذه تساعد في دعم استمرارية الأطفال بالذهاب إلى المدرسة وتقديم الدعم النفسي لهم من شأنه العمل على استقرار نفسيتهم حتى يقدموا الأفضل وتكون لديهم القدرة على تحقيق ذواتهم وخدمة وطنهم مستقبلاً